أنا ضد أنه أنا شخصياً أنا حط ما أحبس بأيدي ما بتحبي؟ لا ما بحبي يومنا سؤال شو الفرق بين صبية خاطبة خمس مرات أم صبية بصاحبة رجال واحد هلا العلاقة إنه الصحبة، الصحبة واحد ما فيها إلا ما في استمرارية ما فيها مستقبل بس خمس مرات، أنت ما وصلت لمستقبل؟ لا ما وصلت لكن شو الفرق؟ بس دعرف شو الفرق بين واحدة خاطبة خمس مرات وبين واحدة مصاحبة واحد ما أنت لها ليه نصيب؟ لا شو الفرق؟ شو الفرق؟ سؤال ليه بتقبليها تكوني مخطوبة؟ ما بتقبلي أن تكوني مصاحبة بس بدأعرف شو الفرق، ليه؟ إنه اجتماعياً أرحم؟ أم؟ ما بحب كلمة مصاحبة، ما بحب هالكلمة ليه؟ مش كل العلاقات حتكون جدية الصحبة أولاً مشلين نجيم، مساء الخير مشلين ايه؟ بين مصاحبة ومخطوبة هي قال لا مخطوبة عشر مرات ولا مصاحبة مرة واحدة هلأ كلمة مصاحبة مش غلط بس هي بالمجتمع الشرق بيعتبروا إنه اللي بتصاحب بيعتبروها إنه خلاص ظهرت وعملت وساوت دق فيها اللعب فيها للبنات وخلاص بطلت بطلت إنه إذا بدأ تجي تخطب بطلت حلوة لقالها هتكون ماشية بعدها مع خطيبة يقولوا هي ملك هيدا كان معا هيدا دق فيها هيدا نام معا هيك بيخدوها عنا بلبنان بس هي مانا غلط بالنتجة إنه الخطب خطبة هي شكليات رسمية بس بين أهل يعني بين أهله وأهله بس مش أكتر يعني للعالم أكتر ما ظاهر أنت رأيك بتروحي بتقولي أنا بتفضل تكوني خاطبة أو تكوني مصاحبة؟ أنا ضد إنه أنا شخصيا أنا حطت محبس بإيدا ما بتحبي؟ لا ما بحب لأنه المحبس مش هو اللي بيربطن بهالإنسان بالنسبة لي يومنا بلا المحبس هو ووقتي يفوت عن بيت أهله خلاص صار شاب جده فات عن بيت أهله حطوا محبس صارت العليقة جدية بالنسبة إليها وتصاحبه يعني عم بتطقي حنك لا بالعكس في صاحب أنا وصاحب هيدا الإنسان وعارفه على أهله وفوته على البيت هي ما بتفوته صاحبه ما بتفوته على البيت لا بالعكس ما هو صديق مننا كلمة مصاحبة لأنه لو ما كان صديق لأهله ما رح كفه أنا وياه ست سنين بعلاقة مثلا أنا رياحة بعمله ما بعمله رياحة العالم إذا عم نحكي اليوم إذا فيه صراع أجل أهلي كل يوم ممكن يقول لك يضغطوا عليك أكتر من شيء إنه بلا ما تكوني مصاحبة خلي يجي على البيت وتحطي محبس ويكون فيه علاقة رسمية قدام الكل أو الأهل؟ بدلهم بنقوا شوي حلا يمكن أنا العائلة اللي ربيت فيها أنه شوية ما بتعتيك حرية يعني عاتيتنا حرية لا بس هيدا القرار اللي بديك تاخدية أنت بتتحمل مسؤوليته هيدا المنطق يعني الأهل ما يضغطوا ويحشروا حرية أولاده هيدا المنطق كيف اليوم مشتين أنت من علاقة أنت مساحبة شاب كيف هالعلاقة أنت وياه بتحددوها بتكون فعلا علاقة جدية وممكن تصمر لزواج بالمرحلة الثانية إذا أنتو بتكون أكيد بس هلا أنا ما بفكر له قدام كل شي بيقطع قبل بنهار ما بفكر فيه بنسيه بطويه وبحطه على جنب كل شي قدام ما بفكر فيه أنا بعمل قناعتي ما بعمل قناعتي العالم هيا حريتي إن شاء الله بدي صحب 300 ألف واحد وبعرف حالي بعرف أحدودي أنا ضميري مرتاح أخير على مرتاح 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 تلك مساحب ليحفوق مرتاح لمسا هنا شكرا